شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة سيد عبد النبي سلمان الناب الأول لرئيس مجلس النواب في أعمال اجتماع اللجنة التوجيهية للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية الذي يُعقد في أبوظبي بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي ولدى مشاركتي في مناقشة مشروع وثيقة المؤتمر الختامي أشار وفد الشعب البرلمانية إلى أن إشراك البرلمانات في بحث المواضيع المتعلقة بالنظام التجاري العالمي يعد مبادرة ينبغي العمل على دعمها بما يعزز الشفافية والمسائلة في النظام التجاري العالمي أشار الوفد إلى سعيه المتواصل للتنسيق مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول لنتائج تحقق الأهداف وتطلعات المشتركة مبينا أن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهذا المؤتمر يبين اهتمام دول مجلس التعاون بدول منظمة التجارة العالمية وضمان مراعاة مصالح الأطراف كافة ترجمة نانسي قنقر